لو اغلقت ابواب الملوك لو اوصدت ابواب الاغنياء يبقى الباب الوحيد الذي لا يوصد هو باب الله ايا حبيب لا يقلق في الحياء من كان له اب لا يقلق في الحياء من كان له اب فكيف يقلق من كان له رب الله لا ينسى ذمعتك في الليل لا ينساها الله لا ينسى شقاك في الحياة وعنت تبحث عن قوتي عيالك الله لا ينسى الله لا ينسى صهرك في الليالي وعنت تفكر في سداد دينك الله لا ينسى الناس تنسى قد تنام مهموم وجارك لا يعرف من انت ولا يعرف بماذا تفكر لكن الله يعرف ولكن الله يعلم ينام الظالمون ينام الاغنياء ينام الصارقون في هنائم وأنت تنام على ضيق وعلى ضجر لكن من الذي يرى ومن الذي يعلم إنه الله والله سبحانه وتعالى سيجيبك سيعطيك سيدهشك بالعطاء الله معك الله معك الله معك فلا تحزن شعارك لا تحزن لا تحزن إن الله معنا عليك أن تعلم أن الله ما خلق الحزن إلا لأجل الفرح ما غاية خلق الحزن أن يأتي الفرح وما غاية خلق المرض أن يأتي الشفاء وما غاية خلق الفقر أن يأتي الغنى لماذا جاء الفقر إلا لأجل أن يأتي الغدى وإلا لماذا جاء الظلام إلا لأن يأتي الفجر تبون الحاجات الذين أتعبهم الوقوف على أبواب الأغنية هل من طالب حاجة فأقضيها له يا من أتعبك الوقوف على أبواب الملوك الله يناديك كل ليلة هل من طالب حاجة فأقضيها له ملفك الذي تعبت سنوات هو يذهب من وزارة إلى وزارة ومن إنسان إلى إنسان وتبحث من واسطة إلى واسطة الله يقول لك هل من طالب حاجة فأقضيها له إن كنت مؤمنا موحدا بالله الله لا يضيق عليك الحياة كرها ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك وأن يربيني وأن يروضنا في الحياة الآن الوالد هل يضرب ابنه كرها أم حبه يضربه حبه والمدرس الوالد الوالدة لا تضرب ابنها إلا حبه الله جل في علاه وله المثل الأعلى لا يضيق علينا الحياة إلا حبا حتى الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يتركك في الحياة يتركك يراك تذهب إلى فلان تطرق باب فلان تبكي على باب فلان تشكو إلى فلان يتركك اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان واطرق باب فلان ترجمة نانسي قنقر